اشتركوا في القناة مقدمة الى علم النفس الاجتماعي وفكري جوستاب لوبون بقلم هاشم صالح من المعروف ان علم النفس يحتم معادة بدراسة النفسية الفرضية ومشاكلها في فترة طفولة والمراهق خصوصا وعلم التحليل النفسي الذي اسسه فريد قايم على استبطان الذات الفرضية للجماعية من اجل تشخيص عقدها النفسية التي قد تكون ابتريت بها في طفولتها الاولى تمهيدا لتحليلها ثم لعلاجها اذا امكن ذلك ونحن نعلم مدى تعقيد مصطلحات علم النفس والتحليل النفسي ومدى تشعب مدارسه واتجاهاته وفروعه ولكن يوجد هناك علم اخر يستخدم مصطلحات علم النفس بطريقة اخرى انه علم النفس الاجتماعي وهو علم غير معروف كثيرا لذين على الرغم من انه اصبح احد العلوم الانسانية الاساسية كعلم الاشتماع وعلم النفس وعلم الانتروبولوجيا وعلم الاثنولوجيا وعلم اللسانيات وعلم الاقتصاد السياسي وعلم التاريخ الى اخرى وهذا العلم متطور جدا في الولايات المتحدة الامريكية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية والواقع ان مؤسسيه الاوائل هم الفرنسيون وغوستاب لوبون بالذات ولكنهم احمله فيما بعد وتأخروا عن ركم البحث في هذا المجال كثيرا وهدفه دراسة الصراع الناشب بين الفرض والمجتمع كمرحلة اولى اي مدى انسجام الفرض اجتماعيا او شذوذه عن خط المجتمع ولكن العلم يتجاوز هذه المسألة فيما بعد لكي يدرس سلوك المجموعات في المجتمع وليس الافراد فقط نقصد الفئة الاجتماعية او الطبقات او الاقليات او الطائفة الدينية الى اخره والواقع ان هناك تكاملا بين العلمين وليس تناقضا فعلم النفس الفرضي يكمله علما النفس الاجتماعي او الجماعي فمن الصعب ان لم يكن من المستحيل عزل السلوك الفرضي عن الوسط الاجتماعي الثقافي المحيط به كما انه من غير الدقيق ان نحرم الذات الفرضية من نواياها الخاصة ومشاعرها الذاتية فاكل الجانبين في حالة تدخل وتفاعل او صدام او تنافر ولكن الشيء المعروف والمتفق عليه ايضا من قبل كل علماء النفس بمن فيهم فريد ان الفرض ما ان ينخرط في جمهور محدد حتى يتخذ سباة خاصة ما كانت موجودة فيه سابقا او قل انها كانت موجودة ولكنه لم يكن يجرؤ على البوح بها او التعبير عنها ببت هذه الصراحة والقوة لهذا السبب يمكن القول بان علم النفس المطبق على الجماعات او الجماهير يختلف من حيث المنهج والنتائج عن علم النفس الفرضي وبالتالي فله خصوصيته المشروعة ليس غريبا والحالة هذه ان يكون قد تشكل على هيئة علم متمايز يحتل اهمية كبيرة في سحة العلوم الانسانية الحديثة بالطبع فان العلم النفس الاجتماعي تاريخا طويلا ويمكننا ان نعود به الى اخدم الفلاسفة والعصور كافلاطون واريستو مرورا بالمفكر العربي بن خلدون الذي درس في القرن الرابع عشر مسألة انحطاط الدول الاسلامية في اسمانيا ومن المعروف انه كان تلميذا لفلسفة اريستو بن خلال ابن رشد وقد حاول استخلاص القوانين العامة التي تتحكم بتطور الجماعات البشرية وانحطاطها عن طريق اخذ العوامل الاقتصادية والنفسية كمسألة العصبية على سبيل المثال بعين الاعتبار ولكن هذه التأملات تبقى بدائية وبعيدة جدا بطبيعة الحال عن مناهج علم النفس الاجتماعي الحديث ووسائله في العمل ويمكن ان نذكر بالطبع كرواد بعيدين لهذا العلم اسماء العديد من الفلسفة الاوروبيين الذين تتابعوا من عصر النهضة وحتى اليوم كهوبز وجونجا كروسو وفوري واؤغست كونت ومؤسس علم الاجتماع ولكن كان ينبغي ان ننتظر مجيء القرن العشرين لكي يتأسس علم النفس الاجتماعي على اسس علمية راسخة وينبغي التفريقون قليلا بين علم النفس الاجتماعي وعلم النفس الجماعي فالثاني يمكن اعتباره فرعا من فروع الاول ذلك ان علم النفس الاجتماعي يدرس كما قلنا سابقا العلاقة بين الفرض والمجتمع ثم عمليات دمج الانسان في المجتمع او تحويله الى كائن اجتماعي انه يقوم بالدراسة العلمية للفرض بصفته انسانا متأثرا بافراد اخرين وبالمجتمع ككل وبالتالي فهو يدرس كل المشاكل المتعلقة بالتربية والتفاقف والوسط الاجتماعي الثقافي والتمرين الاجتماعي وتأثير على الدائرة العاطفية والسلوكية للفرض وفيها نجد مشاكل البلور الاجتماعية الثقافية للشخصية شخصية الفرض مع كل المفاهيم التي تتضمنها كمفهوم الضور الذي يلعبه الفرض ومكانته ومعايير السلوك الطبيعية او الشاذة ثم علاقات الاشخاص ببعضهم البعض مع كل عمليات التفاعل والتواصل ووسائل العمل التي يستخدمها علم النفس الاجتماعي هي الرواكز الخاصة بعلم المقاييس النفسية دراسة درجة الذكاء مثلا او الاستفتاء والمقابلات والتحرية الميدانية والتجارب المخبرية وفي حوالي عام أربعين تسعمائة وألف كانت تنازعه ثلاث تيارات أساسية هي التيارات السلوكي او التجريبي من حيث المنهج التيارة التحليلية النفسي او العيادية الطبي والتيارة الثقافية المعتمد على علم الاناسة او الانتروبولوجيا او الاتنولوجيا ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم كثرت الدراسات الميدانية والمخبرية في مجال علم النفس الاجتماعي واتخذت أهمية قصوى نظرية وتطبيقية في العالم الانجلوساكسوني ثم حاولت فرنسا مؤخرا اللحاق بالرقب وتدارك ما فات من خلال بعض البحوث الموافقة التي جرت طيلة العشرين سنة الماضية في بعض مراكز البحوث وتوزعت الاهتمامات بشكل أساسي على المحورين التانيين أولا مجموعة البحوث المتمحورة حول مسألة تكوين الشخصية ودمجها في الوسط الاجتماعي وقد استخدمت مكتسبات علم الإناسة والتحليل النفسي ونظريات التدرب أو التمرين وهذه المضلسة وريثة عالمة الأنتروبولوجيا وهذه المضلسة وريثة عالمة الأنتروبولوجيا الأمريكية مانغريت ميد إلى حد كبير ثانيا مجموعة بحوث متمحورة حول دراسة الخلافات والتمييزات الموجودة بين الشعوب والأجناس المختلفة ومنها بحوث أوتو كلين بيرغ الخاصة بدراسة الطبقات الاجتماعية والفئات العرقية والقومية وقد ابتدأت هذه البحوث في الولايات المتحدة وهي متواصلة في فرنسا حاليا في رحاب المدرسة التطبيقية للدراسات العليا وأوتو كلين بيرغ هو الذي كتب مقدمة الكتاب الذي ترجمناه هنا سيكولوجية الجماهير أو نفسية الجماهير أما علم النفس الاجتماعي أو الجماعي عفوا فهو ليس إلا الفرع الأخير من فروع علم النفس الاجتماعي وكثيرا ما يدرس أو يدرس كآخر فصل من فصوله وكأنه شيء مهمل أو ثنوي ولكن يبدو من الصعب في عصرنا هذا إهمال مثل هذا العلم الخطير حيث نجد أن كل شيء يعبر عن نفسه بواساطة الكمية والعدد كالاقتصاد والدعاية والإعلان والأيدولوجية السياسية أو الحزبية أو النقابية أو الدينية ثم الاضطرابات الاشتماعية التي تقوم بها الجماهير والاضطرابات العمالية والطلابية والثورات إلى آخر كل هذه الظواهر تندرج تحت إطار علم النفس الجماعي أو علم نفسية الجماهير وبالتالي فمن الصعب إهمالها أو استبعادها بانساحة الدراسة العلمية نقول ذلك وخصوصا أن علم النفس الجماعي سابق من حيث المنشأ الزمني عن علم النفس الاجتماعي فهو قد نشأ في القرن التاسع عشر على يد بعض الباحثين الإيطاليين قبل أن يتبلور بشكل أنمي على يد غوستاف لبون يضاف إلى ذلك أن علم النفس الجماعي أو الجماهيري كان أول من اهتم بمسألة هامة جدا هي مسألة تلك الجاذبية الساحرة التي يمارسها بعض القادة أو الدكتاتوريين على الجماهير والشعوب وعلم النفس الجماعي يفيدنا ويضيء عقولنا عندما يشرح لنا جذور تصرفاتنا العمياء والأسباب التي تدفعنا للانخراط في جمهور الماء والتحمس أشد الحماسة للزعيم فلا نعي ما فعلنا إلا بعد أن نأستفيق من الغيبوبة وربما جعلنا ذلك أكثر حيطة وحذرا في الانبطاح أمام زعيم جديد قد يظهر عنوان دور فريد في تطوير علم نفسية الجماهير قبل أن نتحدث عن دور جوستاف لوبون في هذا المجال فإننا سنكرس فقرة قصيرة للدور الذي لعبه بواسس التحليل النفسي فريد كنا قد ذكرنا سابقا بأن التحليل النفسي يهتم بتحليل الشخصية الفرضية للجماعية ليس غريبا والحالة هذه أن تكون الكتوب التي خصصها فريد لدراسة علم النفس الجماعي قد جاءت في المرحلة الأخيرة من حياتها ولهذا السبب اعتبرها تلامذته بمثابة لاعلمية لأنها متأثرة بالشيخوخ والمرن والواقع أنهم كانوا يأنفون من أن ياهتم التحليل النفسي بشيء آخر غير الشخصية الفرضية من هنا إحمالهم لأعمال فريد الأخيرة أو تغاضيهم عنها وكأنها تحرجهم أو تسيء إلى سمعة الأعمال الأولى الموصوفة وحدها بالعلمية والجدية ولكن التاريخ أثبت صحة نبوءات فريد وتحليلات المتضمنة في هذه الكتب أكثر مما نتوقع ففريد الذي شهد الحرب العالمية الأولى وتصعد الحملات المضادة للسامية في أوروبا الغربية واضطرته لاحدات فيما بعد الهجرة إلى إنجلترا ما كان بإمكانه إلا أن يطرح بعض التساؤلات على ظاهرة الجماهير وكيف تتحرك وتهتاج وتلعب دورا كبيرا في حركية التاريخ فقد كانت جماهير النازية والفاشية أمامه في طور التحضير والتحي ومن أهم كتبي في هذا المجال علم النفس الجماعي وتحليل الأنا وكتاب مستقبل وهم وفيما يبين فريد أوجه التشابه بين بعض الطقوص الشعيرية والممارسات الحواسية ويوضح مدى الأهمية والضخامة التي يمكن أن تتخذها أوهام الفكر السحري أو العقائد العقلانية وأما كتابه الأخران اللذان صدر فيما بعد فيشكلان السمرارية لما سبق ومدى لتحليلات السابقة لكي تشمل المؤسسة الاجتماعية والسياسية أيضا وهما تواعك في الحضارة وكتاب موسى والديانة التوحيدية والواقع أن علم النفس الجماعي بالنسبة لفريد ليس إلا ثقلا لمصطلحات التحليل النفسي وتطبيقها على العلم المذكور مع إجراء بعض التعديلات عليها بالطبع لكي تتناسب مع الجماعة والجمهور فريد يرى أن أغلب المشكلة يكمن في الأكمل في الأعماق في كلتا الجهتين جهة الفرد وجهة الجماعة وعندما يقول في الأعماق فإنه يقصد اللوعي بالطبع هذا على الرغم من أنه يرفض فكرة اللوعي الجبعي التي يستخدمها كل من يونغ وغوستاف لوفون فالتحليل النفسي الذي أسسه هو وحده العلمي وليس ذلك الذي أسسه يونغ وبالتالي فنفس المفاهيم والآليات التي وجدها في اللوع وعي الفردي سوف يطبقها على وعي الخاص بالجماعة وهكذا نجد مصطلح اللبيد أي الطاقة الشباقية الحيوية التي تتمثل فيها غريزة الحياة في صلب الموضوع وكذلك الغرائزة الجنسية والعدوانية ومفهوم الأنا والأنا العليا إلى آخره ويرى روبير ماندرو أو ماندرو أحد رواد علم النفس التاريخي أو تاريخ العقلية في فرنسا أن فريد كان يريد اكتشاف المنهجية التي تمكنه من رد الهوة أو الهوة التي تفصل علم النفس الفردي عن علم النفس الجماعي ولكن بعض الأتباع الذين جاءوا على أثره حاولوا دراسة الجماهير والشعوب على هواهم أي عن طريق المبالغة في استخدام مصطلحات التسميم تسميم النفوس عن طريق الإشاعات والتلاعب بالناس ووسائل الدعاية ويرى ماندرو ضرورة الحذر والأنا فيما يخص هذه النقطة ويذكرنا بالبدهية التالية إن النفس الجماعية لفئة ما ليست هي مجموعة نفسية الفردية لأعضائها كما أن الجماعة ليست محصلة لمجموع الأفراد وهذا يشبه ما يقوله لوبون عن اختلاف الفرد المعزول أو الواحد عن الجمهور فما أن ينخلط الفرد في الجمهور حتى يتغير وينصهر وبالتالي فإن مناهج التحليل النفسية الخاصة بالأفراد لا يمكن نقلها إلى ساحة الجماعات وتطبيقها عليها إلا في حدود ضيقة جدا وبعد التعديل وبعد التعديل الكثير ولكن الرأي العام الشائع يطبق هذه الأشياء على طريقة الأحكام المسبقة كما هو معلوم وهي أحكام عنصرية في جوهرها لأنها تقول مثلا بأن المسلم متعصب لأنه مسلم أو أن العربي متخلف بجوهره وعاجز عن صنع الحضارة لمجرد أنه عربي وهي أحكام عنصرية منتشرة جدا في عصات اليمين المتطرف الأوروبي منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم انظر بعض تصريحات جون ماري لوبان زعيم اليمين المتطرف في فرنسا مثلا وهنا يمكن أن نفتح قوسا ونقول بأن تركيز جوستاب لوبون على مسألة العرق وأنه العامل الحاسم في تحديد سلوكيات الشعوب والأفراد قد أصبح باريا ومضحوظا من الناحية العلمية ولا يمكن فهمت لهذا الإلحاح على مسألة العرق إلا إذا موضعناها ضمن صياغها التاريخي في القرن التاسع عشر حيث اظهرت النظريات العنصرية وتطورت جدا وارتبطت بالفلسفة الوضعية أو بصيغة الممتدلة من صياغ الوضعية والعلموية للعلمية فحتى فريد نفسه لم ينجو منها لأنها كانت تشكل الأيدولوجيا المنبثقة لعصر بأكمله فهو يكتب مثلا كل فرض ينتمي إلى عدة أرواح جماعية روح عرقه وروح طبقته وروح طائفته مهما يكون من أمر فإنه من المباحث استخدام مناهج علم النفس والتحليل النفسي في درسة الجماهير بشرط التروي في ذلك وعدم التهور وبشرط عدم استخدامها لترسيخ الأحكام العنصرية كما يفعل اللوبون أحيانا فالجماهير هي الجماهير أينما كانت ولا معنى للتفريق بين جمهور اللاتيني وجمهور أنجلوساكسوني وجمهور إسلامي أو عربي إلى آخرة فإذا ما وجدت في ظروف تاريخية معينة أو وجدت في ظروف تاريخية معينة انفجرت الجماهير ودمرت أو أفادت وضحت بنفسها بكل سخاء وكرم من أجل القضايا الكبرى ويمكننا إذا ما استخدمنا مصطلحات التحليل النفسي بذكاء وعتدال أن نفسر الظواهر الخاصة بالجماهير كظاهرة العدوى أو التحريل مثلا وهذا ما فعله المؤرخة الفرنسية الكبير جورز لو فيفر في دراسته عن الثورة الفرنسية فقد استخدمها واستفاد من بحوط لوم بشكل إيجابي ومعقول من أجل فهم ظاهرة الجماهير الثورية انظر مثلا كتابة دراسات حول الثورة الفرنسية عام 54-900-1000 المطبوعات الجامعية الفرنسية عنوان علم الجماهير بين الأديولوجيات الدينية والأيديولوجيات السياسية في الماضي كان الدين أو بالأحرى كانت الأيديولوجيا الدينية هي التي تهيج الجماهير وتجيشها لكي تنخلط في الحركات الكبرى كالحروب الصليبية مثلا أو كالدعاية العباسية التي قلبت الدولة الأموية إلى آخرة ولكن بعد أن تعلمنت أوروبا في العصول الحديثة خلت الأيديولوجيات السياسية أو حلت محل الأيديولوجيات الدينية في القيام بهذه المهمة وأصبحت الأحزاب السياسية والنقبات العمالية هي التي تعبئ الجماهير وتجعلها تنزل إلى الشارع وبذلا من حروب الأديان السابقة بين البروتستانت والكاتوليك حلت الحروب العلمانية بين الأحزاب الشراكية والأحزاب الليبرالية يقول الباحث أذلمان بهذا الصدد ما يدي لقد حلت السياسة محل الدين ولكنها استعارت منه نفس الخصائص النفسية بمعنى آخر أصبحت السياسة دينا معلمنا وكما في الدين فقد أصبح البشر عبيدا لتصوراتهم الخاصة بالذات ولكننا شهدنا في السنوات الأخيرة تجييشا كبيرا للجماهير بواسطة الدين أو بالأحرى الأيدولوجية الدينية في البلدان غير الأوروبية وغير المعلمنا ولم يكن علم الجماهير قد اهتم حتى ذلك التاريخ إلا بالحركات الاجتماعية بشكل عام كالفتنة والهياج الشعبي والإضربات والتنظيمات النقبية والعمالية هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالحروب الصليبية التي جرت في الماضي ولكن بدءا من عصرنا الحاضر وفي العشرين سنة الأخيرة بشكل خاص راح بعض الباحثين يهتمون بظاهرة جديدة هي الجماهير السياسية المؤطرة وعلى أثر أعمال غوستان فلوبونغ وأثرها وفريد وتارد ظهر باحثون جدد اهتموا بدراستي الظاهرة من أمتالي عالم الاجتماع الفرنسي المعروف جون بودريار وكتابه في ظل الأغلبيات الصامتة ثم بول هذه المعنى المذكور أنفا وإنسان الجماهير ثم سيرج موسكوفيتشي وعصر الجماهير وكل هؤلاء الباحثين يطرحون وإن بأسالي مختلفة سؤالا واحدا يتعلق بمسألة هذه الظاهرة الجديدة التي تدعى الجماهير ثم يتساءلون عن مسألة صعودها القوية على مصرح التاريخ البعاصر كما أن القادة المحركين للجماهير من أمتال هاتلر وموسوليني وستالين وموتسي طونغ وغاندي قد أصبح موضع تساؤل بغض النظر عن حكم القيم الإيجابي الذي يمكن أن نطلقه على هذه الأخيرة تمييزا له عن البقية فهو على طرفين قيد من هاتلر مثلا فالمسألة تخص القدرة على التجيش وحجم هذا التجيش أساسا والسؤال الذي يطرحه علم الجماهير أو علم النفس الجماعي هو التالي كيف أمكن لهؤلاء القادة أن يجيشوا الجماهير بمثل هذا الحجم بالطبع لم يعود الباحثون اليوم يهدفون من وراء القيام بهذه البحوث إلى اكتشاف طريقة لمعرفة كيفية السيطرة على الجماهير والتحكم بها كما كان يفعل غوستاف لوبو وإنما يهدفون بالدرجة الأولى إلى دراسة الشروط التي تجعل البتاق ظاهرة الجماهير ممكنة في هذا البلد أو ذاك في هذا الظرف الزمني المحدد أو ذاك والتي قد تؤدي إلى توليد أشكال من الحكم ديمقراطية أو أشكال أخرى ديكتاتورية واستبدادية عنوان من هو غوستاف لوبو إنه أولا وقبل كل شيء مؤسس علم نفسية الجماهير وقد ولد في منطقة النورماندي عام 41-800 ألف ومات في باريز عن عمر طويل عام 31-900 ألف وكان ذا روح موسعية من حيث البحث عن المعرفة وقد كتب في العديد من المجالات والفروع العلمية فمن علم الطب في البداية إلى علم الفيزياء النظرية إلى علم الأنتروبولوجيا والآثار في الهند كان بصار لوبو طويلا ومتشحبا وقد انتهى به أخيرا إلى ساحة علم الاجتماع والنفس أو بالأحرى علم النفس الاجتماعي حيث أعطى خيرة ما عنده ونال شهر كبيرة ويكفي أن نذكر هنا بعض أسماء كتبه التي لاقت رواجا منقطع النظير في وقتها لكي تعطي فكرة عن مدى التساع معرفته وتشاعب همومه واهتمامه أولا حضارة العرب 84-800 ألف لحسن الحظ أن الشركة الوطنية للطباع والتوزيع في الجزائر قد أعادت طبع هذا الكتاب عام 69-900 ألف أي بعد حوالي المئة عام على صدوره عام على صدوره من 94-400 صفحة ثانيا حضارة الهند 87-800 ألف ثالثا الحضارة الأولى 89-800 ألف رابعا القوانين النفسية لتطور الشعوب 94-800 ألف خامسا سيكولوجية الجماهير أو علم نفسية الجماهير عام 95-800 ألف وهو الذي نقدم ترجمته الآن إلى القارئ العربي سادسا سيكولوجية الشراكية أو تحليل الشراكية من وجهة نظر نفسية سابعا الأراء والعقائد عام 11-900 ألف وثامنا الثورة الفرسية وسيكولوجية الثورات هذه بعض عنوئين كتبه الأساسية التي تزيد عن الخمسين كتابا مع ذا المقالات وهناك أيضا كتاب آخر له بعنوان ممتع وجميل جدا هو حياة الحقائق عام 14-900 ألف وقد أعيد طبعه مؤخرا في باريز من قبل جمعية أصدقاء غوستاب لوبون وفي السعر الأبستيمولوجيته أي نظرية في فلسفة معرفة فالحقائق ليست مطلقة ولا أبدية وإنما لها تاريخ محدد بدقة وعمرها قد يتجاوز عمر الظهور أو قد يتجاوز عمر القرون إن لها لحظة ولادة ونمو وازدهار مثلها مثل الكائنات الحية إن لها لحظة ولادة ونمو وازدهار مثلها مثل الكائنات الحية ثم لحظة الذبون فشيخوخة فموت وتعتقد الباحثة كاترين روفي أن أبستيمولوجية لوبون تشبه إلى حد كبير من حيث نسبتها وارتيابيتها أبستيمولوجية كارل بوبر وهو أكبر عالم أبستيمولوجيا في عصرنا الحاضر ولكن باعتراف معظم الاختصاصيين فإن كتاب سيكولوجية الجبهير هو أشهر كتبي على الإطلاق وهو الذي بواه مكانة رفيعة في عالم الفكر والمعرفة وهو الوحيد الذي قررته الجامعة في برامجها كمرجع بعد أن رفضت صاحبه كأستاذ طيلة كل حياتي على الرغم من كل محاولاتها ولكن كم بقي من أسماء أساسية الجامعة الفرنسية أنذاك في عصرنا الحاضر وما عدا اسم دوركايم من يعرف اسما آخر معاصرا لغوستاب لوبون هكذا تذهب المناصب الرسمية وتبقى العبقريات شامخة فوق المناصب والمراكز وعلى هذا الكتاب اعتمد معظم الباحثين العالميين فيما بعد من أجل دراسة ظاهرة الجماهير وهو إنجاز لرائد عبقري وسادج في آن المعن كما يقول سيرج موسكوبيتشي وأما الرائدان الآخران فهما جابرييل تارد وفريد وكان تارد معاصرا لغوون ويقوم بأبحاثه بشكل موازلة وقد حضي بأكبر المناصب الجامعية ادعوكينا أستاذ للفلسفة في الكوليج أو كوليج دو فرنس الذي تعتبر أعلى مرتبة من السوربون وقد انتقذ تارد كتاب لغوون هذا وكرس لذلك كتابا كاملا بعنوان الرأي والجمهور وصدر عام 1900 ألف أي بعد ست سنوات من صدور كتاب لغوون أما فريد فقد أشاد في كتابه المذكور سابقا بإسهاب لغوون في هذا المجال على الرغم من تحفظاته وانتقاداته وذلك عندما قال بتركيزه على دور اللاوعي في الحياة النفسية فإن سيكولوجية السيئة لغوون تقترب كثيرا من سيكولوجيتنا أو علم نفس من علم نفسنا عنوان الصباق التاريخي والظروف المحيطة بتأليف الكتاب لكي نفهم فكرة لغوون ينبغي أن نعلم أن حياته الطويلة قد أتاحت له أن يشهد انتصار العلم في أواخر القرن التاسع عشر وأزمات الأنظمة الديمقراطية البرلمانية وبزوغ نجم الاشتراكية وصعودها ثم ظهور تلك القوى الشعبية التي رافقتها وأقلقته كثيرا وأما فيما يخص السياق التاريخي السياسي فينبغي أن نعرف أن فرنسا قد خرجت مهزومة وذليلة من حربها مع ألمانيا عام سبعين تمانمائة وألف لتعيش حالة التمرد الشعبي المتجسد بكمونة باريس وفي مواجهة كل ذلك كان المنطق يقتدي وجود حكومة قوية قادرة على ضبط الأوضاع وعادة الهيبة والسيادة ولكن ما هو موجود؟ كان ضعف الحكومات وانقسام الأحزاب السياسية على بعضها البعض وعجزها عن مواجهة المتمردين وكانت الدولة الفرنسية تشعر بوجود خطرين الأول خارجي ويتمثل في ألمانيا والثاني داخلي ويتمثل بالثورة الفرنسية التي لا تعرف كيف تنتهي منذ أكثر من قرن فقد كان شبحها يخيم على نفوس الحكام يقول أحد أكبر مؤرخي الثورة الفرنسية المعاصرين فرنسوا فوري مايالي إن تاريخ القرن التاسع عشر كله كان تاريخ الصراع بين الثورة والارتداد عليها وذلك عبر حلقات مثل خمسة عشر تمانمائةين وألف وثلاثين تمانمائةين وألف وثمانين وأربعين تمانمائةين وألف وواحد وخمسين تمانمائةين وألف وسبعين تمانمائةين وألف كومنت باريس إلى آخره ويكفي أن نقرأ نقرأ تين أورينان أو حتى روايات إيميل زولا على الرغم من اختلاف أولئك فيما بينهم من حيث التوجه المحافظ أو التقدمي لكي نتيقن من وجود ذلك الخوف من الطبقات الشعبية ومن أجل مواجهة هذا الخطر كان على المفكرين إيجاد تفسير للأحداث أي إيجاد مفتاح يفتح أبواب العصر الحديث ويحل الغذع فقد كانت أنظار كل الناس في فرنسا أنذاك مركزة على النظام الاجتماعي وتراقب عدم ثبات السلطة السياسية واستقرارها فمحاولت الارتداد على الثورة وإعادة النظام القديم بكل ملكيته وكنسيته وكهنته لم تؤدي إلى النتيجة المرغوبة بالرغم من ازدهار العقائد التي تعدين أفكار العالم الحديث وتلعن التي تدين أفكار العالم أو العلم الحديث وتلعن من ينشرونها كمزاعم العلم وحق التصويت العام والمبدأ الأعلى المساواة بين البشر وغيرها وفي هذا التوقيت بالذات جاء المنظر جوستاب لوبون وعلى رغم من أن الجامعة قد رفضت دخولها إلى صفوفها وكذلك أكاديمية العلوم فإن همته لم تثبت وإنما راح يفهم العلم فهما من الفيزياء النظرية إلى أنتروبولوجيا إلى علم النفس إلى آخره ومن خارج الدائرة الرسمية لكبار الجامعيين والأساسدة راح يؤثر على الساحة الثقافية ويصدر الكتاب تلو الكتاب في مختلف المجالات النظرية وخلال عدة سنوات ألف أكثر من عشرة كتب طبخ فيها كل النظريات البيولوجية والأنتروبولوجية والسيكولوجية وراح يبلور شيئا فشيئا نظرته المتعلقة بسيكولوجية الشعوب أو نفسية الشعوب والأعرق البشرية وقد استلهم خطوطها العريضة من المؤرخ الاجتماعي هيبوليتين ومن أكبر منظر للعنصرية في فرنسا وأوروبا كلها الذي هو جوبينو وبحسب رأي المؤرخين فإن إسهامه في بلورة تلك النظرية كان حاسما وكافيا لكي يجعله يحتل مكانة المرموقة يحسد عليها وهي رائد الفلسفة العنصرية في أوروبا ولكن هناك رأي آخر في عنصريته أو أحدى عنصريته سوف نستعرضه فيما بعد وفي أثناء دراسته لمسايل علم النفس هادية اصطدم لوبوم بطبيعة الحال بظاهرة الجماهير وهاله أمرها وخصوصا الجماهير المتمثلة بالحركات الشعبية والإرهاب وكان الباحثون الإيطاليون قد ألقوا عدة كتب عن هذه الظاهرة واعتبروا هجوم الجماهير على مصرح الأحداث بمثابة عودة أوروبا الحضارية إلى مرحلة البربرية والهمجية وكان ذكاء لوبوم يكمن فيما يلي لقد عرف كيف يركز انتباه على هذا الموضوع ويتناوله من جهة نظر أخرى غير السائدة ويبني عليه نظرية متكاملة متماسكة وكان الجمهور بأشد الحاجة إليها كما ذكرنا سابقا فقد ابتدأ اللوبوم بتشخيص أوضاع الديمقراطية البرلمانية التي تولدت عن الثورة الفرنسية كما هو معروف وحلت محل النظام الملكي والإطلاق القديم ولم يقل بأن الحل يكمن في العودة إلى الماضي كما يفعل الذين يحنون راجعين إلى الوراء ولا في الاشتراكية بطبيعة الحال وإنما في إصلاح النظام البرلماني بشكل يتناسب مع الأوضاع المتجسدة ورأى أن العلة الأساسية لهذا النظام تكمن في عدم التصميم ونقص الإرادة فقوة الحكم والحاكم تؤدي كما هو معروف إلى استقرار النظام الاجتماعي والعظام هذه القوة يؤدي إلى الفوضى واختلال الأوضاع صحيح أن غوستاف لوغو يشعر لحو الجماهير الشعبية بالاحتقار ولكن الجماهير أصبحت حقيقة واقعة وككل عالم وضعيف إنه لا يمكن أن يحتقر الوقاع المادية القائمة وإنما ينبغي عليه أن يدرسها ويفهمها ويأخذها بعين الاعتبار وهكذا يبتدئ بدراسة ظاهرة الجماهير بطريقة علمية وهو لا يجد منهجية أو التحليلية أو التشخيصية لا في علم التاريخ ولا في علم الاختصاد وإنما في علم النفس فعلم النفس يعلمنا أن هناك روحا للجماهير وهذه الروح مكونة من الانفعالات البدائية ومكرسة بواسطة العقائد الإيمانية القوية وهي أبعد ما تكون عن التفكير العقلاني والمنطقي وكما أن روح الفرض تخضع لتحريدات المنوم المغناطيسي أو الطبيب الذي يجعل شخصا ما يغطس في النوم فإن روح الجماهير تخضع لتحريدات وإعازات أحد المحركين أو القادة الذي يحرف كيف يفرض إرادته عليها وفي مثل هذه الحالة من الارتعاد والضعر فإن كل شخص منخرط في الجمهور يبتدئ بتنفيذ الأعمال الاستثنائية التي إما كان مستعدا إطلاقا لتنفيذها لو كان في حالته الفرضية الواعية والمتعقلية فالقائد الزعيم إذ يستخدم الصور الموحية والشعارات البهيجة بدلا من الأفكار المنطقية والواقعية يستملك روح الجماهير ويسيطر عليها وفي مثل هذه الحالة من الارتعاد والضعر فإن كل شخص منخرط في الجماهير يبتدئ بتنفيذ الأعمال الاستثنائية التي ما كان مستعدا إطلاقا لتنفيذها لو كان في حالته الفرضية الواعية والمتعقلة فالقائد الزعيم إذ يستخدم الصور الموحية والشعارات البهيجة بدلا من الأفكار المنطقية والواقعية يستملك روح الجماهير ويسيطر عليها هكذا نجد أن الفكرة الأساسية في نظرية غوستاف لوبون بسيطة وواضحة جدا فهو يريد أن يقول بأن كل كوارث الماضي القريب التي منيت بها فرنسا وكل هزائمها والصعوبات التي تواجهها تعود إلى هجوم الجماهير على مصرح التاريخ وعدم معرفة مواجهته وهكذا يمكننا أن نفسر سبب ضعف النظام البرلماني الديمقراطي بأنه عائد إلى الجهل بقوانين علم النفس وطرائق تسيير الجماهير وبعضهم يقول بأن لوبون كان يحلم بنظام برلماني على الطريقة الإنجليزية وبعض الآخر يقول بأنه استبق الجمهورية الخامسة التي أسسها ديغول فيما بعد ووفر لرئيس الدولة أغلبية قوية في البرلمان تمكنه من حكم فرنسا بشكل قوي وحازم لا متردد ولا ضعيف كما كان حاصل أثناء الجمهورية الثالثة وخصوصا أثناء الجمهورية الرابعة حيث كانت تنقلب الحكومة كل شهرين أو ثلاثة وبعد أن عبر لوبون عن هذه الأفكار بشكل سهل ومبسط وبعد أن عرضها على هيئة نظرية علمية متكاملة ومتماسكة فإنه قد أصبح مشهورا ونال المكانة الرفيعة التي كان يحلوب عن طريق الدخول إلى الجامعة أو أكاديمية العلوم يقول سيرج موسكوفيتشي أحد كبار علماء النفس الاجتماعي في فرنسا اليوم بهذا الصدد ما يلي وبين عشية وضحاها أصبح لوبون الأستاذ الفكري لمرحلة كاملة بأصرها وقد حافظ على هذه المكانة حتى نهاية حياته المديدة ولما كان مقيما في منزله لا يبرحه فقد راحت تتعاقب على زيارته كبريات شخصيات العصر علمية وفكرية وسياسية كعالم الرياضيات هنري بوانكاري والفيلسوف بيركسون والشاعر فاليري ثم من رجال السياسة رئيس الجمهورية ريمون بوانكاري والرئيس الأمريكي تيودور روزفيلت وكان يتعلقون بكل جدية نصائحه في مجال السياسة والمجتمع والواقع أن انتشار نظرية أو هذا قد بلغ أوجه في العشرينيات من هذا القرن ففي ذلك الوقت راح العلم الجديد علم نفسية الجماهير يجذب بقوة النخبة الديمقراطية التي تجد فيه الآلة المفهومية أو العلمية التي تؤكد لها خوفها العميق من الجماهير ولكن في ذات الوقت تقدم لها مجموعة من القواعد التي تساعدها على التحكم بعنف الجماهير والسيطرة عليها ثم يردف بعد ذلك بقليل والجميع متفقون على أن كتاب سيكولوجية الجماهير ومجمل أعمال غوستاب لوبون تشكل نجاح المنقطع النعير أو النظير عفوا في المكتبات وأنها إحدى أكبر النجاحات العلمية في كل الأصور وهذا الكتاب هو المانيفست الذي دشن ما يدعى لهم بهلم النفس الاجتماعي أو الجماعي وحتى مؤسس مدرسة فرانكفورت الشهيرة التي لم يأنف عن من ذكر اسم لوبون على الرغم من تقدميتهم بل والثناء عليه وعلى أعماله على الرغم من يمينيته وعنصريته وعلى الرغم من أفكارهم التقدمية المعادية للفاشية والنازية فقد كتب أدورنو وهورك هايمز يقولان بعد تجارب العقود الماضية أي الحرب العالمية الثانية ومجازرها ينبغي أن نعترف بأن أطروحات جوستاب لوبون قد تحققت إلى درجة مدهشة على الأقل بطريقة سطحية حتى ضمن إطار الحضارة التكنولوجيا الحديثة التي كنا نتوقع أن نجد فيها جماهير أكثر السنارة ومن المعروف أن الشيء الذي يستعق فلاسفة مدرسة فرانكفورت هو كيف أن الجماهير قد تعترت باسم الفاشية والنازية في أكثر دول أوروبا تحضرا ورقيا أي ألمانيا وكان سؤالهم الأساسي لماذا لم يستطع عصر التنوير أن يمنع ذلك بمعنى كيف أن البربرية تعود للانبثاق من جديد حتى بعد التنوير والتحديد وانتصار الهلم والتكنولوجيا لقد اهتم علم الاجتماع الألماني بكتاب لوبون واعتبره نموذجا وقدوة حتى مجيه هتلر إلى السلطة وتعبئة الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل من قبل في تاريخ البشرية فقد تأكدت معظم اطرحات لوبون في هذا المجال وقد انتشرت أفكار لوبون كثيرا وتغلغلت حتى إلى عماق الناس العاليين وانصارت في الثقافة العامة إلى درجة أنه يمكن القول بأن أحد اتجاهات هذا القرن متأثر بعلم الأحياء الضرويني وعين جمال فاغنر وعنصريات غورينو وعلم نافس لوبون ولعنات بودلير والنبوآت السوداء لنيتش وداستوفسكي ثم أخيرا بفلسفة بيركسون وعلم النفس لفريلد ليس غريبا والحالة هذه أن يجد لوبون في نفسه ماكيا فيلي جديدا إنه ماكيا فيلي العصر الجديد عصر الجماهير فهو يريد تجديد الفكر السياسي الذي دشنه سلافه الأكبر يقول في كتاب علم النفس السياسي إن معظم القواعد والقوانين الخاصة بحكم البشر وقيادتهم والتي استخلصها ماكيا فيلي لم تعد صالحة منذ زمن طويل وعلى الرغم من مرور أربعة قرون على هذا الرجل العظيم فإن أحدا لم يحاول إكمال عمله وهنا تكمن رسالته فيما يعتقن وقد قام بها خير قيام عندما ألف كل هذه الكتب الشهيرة التي انتشارت في الجمهور انتشار النار في الهشيم وهكذا راح يتوجه إلى رجلات الدول وقادة الأحزاب السياسية وحكام العصور الحديثة وكأنه يتوجه إلى تلامذته المباشرين عنوان موقف التيارات الاشتراكية الصاعدة أنذاك من أفكار غوستاب لوبون كانت الحركات الاشتراكية والأحزاب العمالية هي المعنية الأولى بإطرحات لوبون الجديدة الخاصة بالجمهير وكانت سياستها قائمة على التسليم بوجود العقلانية فيما يخص تحريك الجمهير والعمل السياسي ككل مثلهم في ذلك مثل الحركات الليبرالية والأحزاب البرجوازية فالفكرة الفلسفية التي كانت سائدة ومسيطرة على كل تلجهتين هي أن الناس يتحركون بشكل عقلاني ويفكرون بمصالحهم بشكل منطقي عندما ينخلطون في العمل السياسي ويتجمهرون ويتلاهرون ثم جاح زاءت أطرحات لوبون لكي تغلب الأمور رأسا على عقم فقد صدمت المفكرين للشراكيين لأنها مضادة تماما لأطرحاتهم هكذا بالإضافة إلى هجوب لوبون في أكثر من موضع على الاشتراكية وجماهيرها وتخوفه من صعودها والشيء الأخير الذي صدمهم لدى لوبون هو تركيزه على العوامل اللاعقلانية في تسيير الجماهير وقوله باسم المحافظة جدا للجماهير فعلى الرغم من غرائزها الثورية الظاهرية يرى لوبون أن الجماهير تلل محافظة جدا ذلك أنها تعيد دائما ما كانت قد دمرت وكان رد الفعل الأقوى على أطرحات لوبون قد جاء من جهة المفكر للشراكي جورج سوريل مؤلف كتابه المعروف تأملات حول العنف تقول ذلك على الرغم من أن التعليق النقدي نقول ذلك على الرغم من أن التعليق النقدي الذي خصصه لكتاب لوبون كان إيجابيا جدا في مجمله ولكنه رفض وصف الجماهير بالمحافظة كما يقول لوبون وخصوصا في المجتبعات التي تشهد التمايز الطبقي وقد ركز سوريل على انعدام الأطر السيسولوجية المحسوسة لتحليلات لوبون ولكن كل هذه الانتقادات لم تمنعه من الاقتراب من مواقع لوبون بمرور السنوات والدليل على ذلك اكتشافه لضرورة وجود أسطورة جبهرة وبالتالي لاعقلانية من أجل تحليك الطبقة العمالية وجعلها ثولية فلولا الحلم والوهم لما تارت الجماهير الجائعة لا في الماضي ولا في الحاضر تحت قيادة الزعماء والمحركين ولولا الوهم الطوباوي بتحقيق الجنة على الأرض لما تارت الجماهير العمالية في أوروبا تحت قيادة الأحزاب الشيوعية ولم كان تأثير سوريل في النصف الأول من هذا القرن كبير على سياسة عصره فإن أفكار لوبون قد دخلت عن طريقه إلى عقول الناس في كل مكان وحتى المنظر الشراكي الألماني كارل كاوتسكي اعترف بأهمية المشكلة مشكلة الجماهير وقال لقد أصبح واضحا كضوء النهار أن الصراعات السياسية والاقتصادية في زمننا قد أصبحت بدرجات متزايدة من فعل الجماهير ولكنه راح يضحد فكرة لوبون الخاصة بالتحريد والعدوى والقول بأن تحريك الجماهير يتم لأسباب نفسية بشكل عام فهناك أسباب الشماعية واقتصادية أيضا ولكن ذلك لم يمنعه من القول بفحوى نظرية لوبون وإن على الرغم منه تقريبا فالجماهير هي الجماهير في كل مكان أعيا تكون الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها إن تصرفاتها تظل غير متوقعة وحدامة وميالة للمحافظة جزئيا على الأقل وقد ضرب كاوتسكي على ذلك مثالا مثلا المذابح التي جرت ضد اليهود في أوروبا وكذلك ذبح السود في أمريكا من قبل البيض واستخلص قائلا وهكذا نجد أن عمل الجماهير لا يخدم قضية التقدم دائما فما يدمره ليس دائما تلك العقبات الأكثر عرقلة للتنمية فالجماهير تجيش العناصر الرجعية مثلما تجيش العناصر الثورية عنوان سبب إهمال لوبون من قبل علماء الاجتماع المعاصرين له كنا قد أترنا هذه النقطة بشكل سريع من قبل ولكن ينبغي أن نفصل فيها القول أكثر فمعظم علماء الاجتماع والنفس في فرنسا يأنفون من ذكر اسمه والاستشهاد علنا بكتبه وأرائه في الواقع ينبغي ربط ذلك بالمنبة الاجتماعي والطبقي للرجل فهو ينتمي إلى التراث الليبرالي والبرجوازي وبالتالي فهو ضد الثورة والفكرة الاشتراكية الصاعدة أنذاك وهو يفعل ذلك كما هو واضح في الكتاب بشكل مباشر وفج وهناك سبب آخر لإهمال اسم لوبون هو أن كل الأحزاب السياسية من يمينية ويسارية تستخدم وصفاته في دعايتها وإعلانتها وطريقة مخاطبتها للجمهور ولكنها لا تريد أن تعترف بذلك لكي لا تفشر خطتها في التأثير فكل هذه الوسائل المستخدمة من قبل الأجهزة الحزبية والقادة السياسيين الذين يظهرون على شاشة التلفزيون ترتكز على استراتيجية واحدة هي الإيمان بلا عقلانية الجماهير ضمنيا ثم التظاهر في نفس الوقت بأنها عقلانية ومنطقية لهذا السبب يقال بأن كل زعيم سياسي يظهر على شاشة التلفزيون يضع مسبقا قناعا على وجه لكي يقول ما يدغضغ عواطف الجماهير لا ما يعتقده عمقيا بالفعل فهم يحاولون الفصل بين علم النفس وعلم السياسة فالسياسة سياسة وعلم النفس والمشاكل النفسية شيء آخر فيما يقولون أما لوبون فيفصل بينهما بشكل وثيق عندما يفرق بين الحقيقة الحقيقة والحقيقة السوسيولوجية أي الأفكار الشائعة لنا الجمهور والتي يخاطئة في الواقع ولكنه يؤمن بها فتصبح حقيقة بالطبع لوبون لا يستخدم نفس المصطلح التمييزي الذي ذكرناه ولكنه يعني نفس الشيء لكنه يقول ليس بالحقائق وحدها يعيش الناس وتجري حركية التاريخ وهذا مبدأ أبستيمولوجي حديث ومعكد يقول عالم الاقتصاد الألماني الكبير شون بيثر بهذا الصدد ما يلي إن أهمية العقلانية في السياسة والتركيز عليها يعزى دائما لغوستاف لوبون فهو مؤسس علم نفسية الجمهير أو على الأقل منظره الأول وذلك عندما استخلص وإن بنوع من التدخيم والمبالغة قوانين السلوك البشري المتأثر بالجمهور أو المنخرط فيه فقد كشف لنا هذا المفكر أشياء مشؤومة أو مخيفة ولكن أحدا لا يريد مواجهتها وجها لوجه وقد وجه في ذات الوقت ضربة موجعة لذلك التصور على الطبيعة البشرية الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية للديمقراطية والأسطورة الديمقراطية للثورات انتهى كلامه وهناك سبب آخر لإهمال اللوم واحتقاره من قبل التراث الجمعي الفرنسي المعاصر هو تبني أفكاره وتحليلاته من قبل الحركة الفشية في أوروبا ولعل ذلك هو السبب الأهم فعلى الرغم من أن أفكاره قد دخلت إلى إيطاليا عن طريق الاشتراكيين الثوريين إلا أن جماعة موسولي قد استودت عليها بسرعة واستخدمتها في شعارتها ودعاياتها وكذلك الأمر فيما يخص الحركة النازية في ألمانيا فقد استخدمته أيضا لصالحها ويرى بعض الباحثين أن تأثير كتاب لوبون على كتاب كفاحي لهيتلر أوضح من أن يشار إليه صحيح أن أفكاره قد استخدمت في كل البلدان الأخرى تقريبا من أجل السيطرة على الجمهور والتوصل إلى سدة السلطة ولكن فقط النظام النازي في ألمانيا والفاشي في إيطاليا هم الذين اعترفوا بذلك صراحة وهذا ما لوته كثيرا وأسعى إلى سمعته وهكذا إذا ما سألتهم لماذا تتجاهلون لوبون أجابوك لأنه فاشي ولكن إذا أردنا أن نشمل بنفس الحكم مفكرين آخرين شاملنا ماكس فيبر وفريد نفسه فقد عبر عن أفكار مشابهة لأفكاره ولم ينعتهم أحد بالفاشية والواقع أن سوحة ضبون يعود إلى أن هيتلر وموسوليني كان من قرائع وبالتالي فقد أصبحت إدانته صاحب سيكولوجية الجماهير سهلة حتى ولو كنا نعرف عن طريق اكتابات أنه يفضل النظام الديمقراطي بكل عيوبه ونواقص على الديكتاتورية بكل قوتها وصرامتها فهو يدين كل أنواع الديكتاتوريات بما فيها الديكتاتورية التي يحسبونها عليه أي الفاشية وهذا يعني أنهم قد ألصقوا به تهمة لا يستحقها ومع ذلك فقد مشت وشعت فالإشاعة أقوى من الحقيقة كما يقول لوبون نفسه ويمكن القول بمعنى من البعالي أنه قد راح ضحية الحقائق التي اكتشفها ويعترف الباحث سيرج موسو أو موسكوفيتشي بأنه ما كان سيجر على إعادة الاعتبار لغوستاف لوبون لو لأن كبار المفكرين الأجانب قد سبقوا إلى ذلك فالأحكام المسبقة المتعلقة به والشبهات التي تحوم حوله هي من القوة والجبروت في فرنسا بحيث أنها ترضع أي باحث عن مجرد التحدث عنه أو حتى ذكر اسمه يقول بهذا الصدد موسكوفيتشي لقد سبقني إلى الاعتراف به مفكرون ألمان من الدرجة الأولى هما بروخ وشومبيتر وأدورنو فقد لجأ إليه من أجل فهم الظاهرة آتوتا لطرية أو الفاشية ومن أجل محاربتها وقد وصل الأمر بأدورنو إلى حد إذانة الرابط الكلي بين كتاب سيكولوجيا الجماهير وبين الفاشية واعتبر ذلك بمثابة الذريعة سهلة جدا وراح عدورنو يتساءل لماذا سيكولوجيا الجماعات البشرية التي ندرسها هنا شيئا خاصا بالفاشية دون غيرها من الحركات السياسية الأخرى التي تبحث أيضا عن دعم الجماهير وتحاول تجييش الجماهير فلا فريد ولا غوستاف لبون أقام مثل هذا التمييز فهما تحدث عن الجمهور بصفته تلك دون أي تمييز بين جمهور وجمهور بحسب الأهداف السياسية للجماعات التي تشكلها عنوان المسألة العنصرية ومفهوم العرق التاريخي مما لا ريب فيه أن التمييز المبني على لون البشرة أو البشرة أو الشعر ذو حقيقة واقعة في بلدان أوروبا فالعرق الأبيض والأشقر الفاتح أفضل وفقا للشعور السائد من العرق الأصمر أو البني الغامق ناهيك عن الأسود وهذا التمييز العنصري تأسس في أوروبا القرن التاسع عشر على هيئة نظرية متكاملة حشدت كل المبادئ العلمية من أجل تدعيم أركانها لقد كان القرن التاسع هو قرن العرقية أو العنصرية بامتياز ولم ينج منه أي مفكر تقريبا فقد راح تصنيف الشعوب إلى عراق متفوقة أو أهلية وأعراق متخلفة أو دنيا بكل بدهية بالنسبة لأناس القرن التاسع عشر وحتى شخصية سياسية تقدمية وإنسانية مثل جول فياري صاحب فكرة العلمنا والمدرسة العامة والشعبية في فرنسا لم يتودد ولم يتردد عن التصريح أمام البرلمان فيقول أيها السادة ينبغي أن نتكلم بصوت أعلى وأقوى ينبغي أن نقول بكل صراحة إن للأعراق العليا حقا على الأعراق الدنيا قلت إن لها حقا بمعنى أن عليها واجبا أن عليها واجب إدخال الأعراق الدنيا في الحضارة اقتطف هذا الخطاب وهو خطاب ألقي بتاريخ 28 يوليو عام 85-800 ولكن هناك فرق بين عنصرية وعنصرية بالطبع فاستخدام مفهوم العرق هنا في خطاب جول فياري ليس سلبيا ولا ينطوي على فكرة السوء كما يفعل جوبينو مثلا فهو فقط يريد التنبيه إلى وجود شعوب أكثر تحضرا من شعوب أخرى وهذه حقيقة واقعة ويريد مساعدة هذه الأخيرة على اللحاق بالأولى إنه لا يقصد القول بوجود تفوق جوهري أو أزلي للشعوب الأولى على الثانية بمعنى أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تساوي الأولى لنقص في عرقها أي لنقص بيروجي تكويني في حين أن هذا ما يفعله منظر العنصرية الأكبر أو جوبينو وكل النظرية النازية والفاشية التي استلهمته فيما بعد ولا يمكن القول بأن جوستاب لبو عنصري بالمعنى الذي يقصد جوبينو فهو يؤكد مثلا بكل قوة على أنه لا توجد أعراق صافية في الملدان المتحضرة وهذا عكس أطرحات جوبينو لكن لديه مفهوما للعرق هو العرق التاريخي أي الذي يتشكل عبر التاريخ من خلال انصحار عناصر الشعب ما ببعضها البعض تدريجيا فما أنه لا يؤسس فيما أنه لا يؤسس فكرة العرق على العوامل التشكيلية أو الفيزيولوجية فإنه راح يؤسسه على عوامل التقافة والتراث المشترك لشعب الماء وهي لا تستبد أو لا تستعبد التراكمات الوراثية من ساحتها لماذا؟ لأن مفهوم اللاوعي الجماعي الذي يركز عليه لوبون والذي يستمد منه شعب ما الأسباب اللاوعية لأعماله مشكل مشكل بالضبط من هذه التراكمات الوراثية إنه مركب منها كما تتركب الأرض من الطبقات الجيولوجية المتراصة فوق بعضها البعض وأحيانا يدعو لوبون بنية اللاوعي الجماعي بالتكوين العقلي للشعوب والشيء الذي يتحكم ويعرفه على الشكل التالي عندما تخدع شعوب من نفس الأصل أو تنتهي إلى أصول مختلفة ولكن غير متباعدة جدا لنفس العقائد والمؤسسات والقوانين طيلة قرون عديدة فإن تشكل عندئذ ما كنت قد دعوته في مكان آخر بالعرق التاريخي وعندئذ يمتلك هذا العرق نظاما أخلاقيا وحتى دينيا وسياسيا مركبا من مجموعة من المواضيع والأفكار والعواطف المشتركة التي هي منغرسة في النفوس إلى الحد الذي تقبل فيه دون نقاش نجد أو هكذا نجد أن مفهوم العرق التاريخي لدى جوستاب لبون أقرب إلى مفهوم الأمة والشعب منه إلى مفهوم العرق بالمعنى العنصري للكلمة أي بالمعنى البيروجي والفيزيروجي إنه يختلف مترا عن مفهوم العرق السائد في القرن الثامن عشر والذي كان يعني جماعة عرقية تتمايز عن الجماعة الأخرى بواسطة جملة من الخصائص الجسدية الموروطة والتي تمثل فرادة وخصوصية داخل النوع البشري والدليل على عدم عنصريته بالمعنى النازي للكلمة هو أنه لا يعتقد بدوام الحضارة في شعب ما أو عنصر ما فالتاريخ يعلمنا أن مسار الحضارة الدائري فهو أو هي تنتقل من منطقة إلى منطقة ومن شعب إلى شعب هذا في حين أن العنصريين الحقيقيين يعتقدون أن هناك شعوب خلقت أزليا لصنع الحضارة وشعوب أخرى خلقت للبربرية والهمجية إلى أبد الدهر فجوستاب لبون مثلا لا يستبعد ظهور حضارة للزنوج في المستقبل وربما حلت محل الحضارة الأوروبية يوما ما بعد أن أصابت هذه الأخيرة عوامل الوهن والشيخوخة وفي كتاب عن حضارة العرب يكتب قائلا هل يعني ذلك أن الشعوب نصف المتحضر أو البربرية لا تحب هي الأخرى أن ترتفع إلى مستوى الحضارة الأوروبية هذه ليست عقيدة على الإطلاق بل إني أعتقد على العكس إنها سوف تتوصل إلى ذلك يوما ما ولكنها لن تتوصل إلي إلا بعد أن تكون قد عبرت أو عبرت الدرجات المتتالية التي تفصلها عنها واحدة بعد الأخرى وليس بقفزة واحدة نخلص من ذلك إلى القول بأن اللوبون ليس عنصريا بالمعنى المتطرف للكلمة ولكنه عنصري بالمعنى التقافي والتاريخي أي بالمعنى الوضعي والعلموي الذي سان القرن التاسع عشر عنوان اكتشاف ظاهرة الجماهير عندما ظارت الجماهير على سطح المسرح الأوروبي كحقيقة واقعة وضخبة وهددت النظام الاجتماعي القائم حاول الباحثون والمفكرون أن يفهموها ويدرسونها وقد تبلورت ثلاث أجوبة أساسية على ذلك أولا الجماهير هي عبارة عن تراكم من الأفراد المجتمعين بشكل معقد على هامش المؤسسات وضد المؤسسة القائمة بمعنى آخر فإن الجماهير مؤلفة من أشخاص هامشيين وشاذين عن المجتمع وهكذا نجد أن الجمهور يتطابق بحسب هذه النظرة مع الرعاع والسوق والأوباش إنهم رجال ونساء بدون عمل محدد ومستبعدون من ساحة المجتمع بالفعلية ثانيا الجماهير مجنونة بطبيعتها فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة لمطربها المفضل أو لفريق كرة القدم الذي تؤيد تعيش لحظة هلوسة وجنون والجماهير التي تصطف على جانب الطريق ساعات وساعات لكي تشهد من بعيد مرور شخصية مشهورة أو زعيم كبير للحظات خاطفة هي مجنونة والجماهير المهتاجة التي تهجم على شخص لكي تنبعها دون أن تتأكد من أنه المدنم هي مجنونة أيضا فإذا ما أحبت الجماهير دينا أو رجلا ما تبعته حتى الموت كما يفعل اليهود مع نبيهم والمسيحيون المتعصبون وراء رهبانهم والمسلمون وراء شيوخهم والجماهير تحرق اليوم ما كانت قد عبدته بالأمس وتغيير أفكارها كما تغير قمصانها وتغير أفكارها كما تغير قمصانها وهذه الأعمال المتطرفة التي تقوم بها الجماهير ما هي إلا ضرب من أعمال الجنون التي تغدي المشاعر الغامضة وتكشف عن الجانب السري والمظلم من الطبيعة البشرية ثالثا وأما الجواب الثالث فيزايد عن الجواب بين السابقين ويمشي خطوة أخرى في اتجاه التهجم على الجماهير ويقول بأنها مجربة فهي بما أنها مؤلفة من الرعاع والأوخاد أي من الرجال الغاضبين والحاقلين فإنها تهجم وتقتل وتسلم كل شيء إنها تجسد العنف الهائج دون أي سبب أو مبرر واضح وهي تعصي السلطات القائمة وتخرج على القانون وفي نحاية القرن التاسع عشر تزايد عدد الجماهير في أوروبا وراحت أعمالها المباغتة تخيف السلطات وعند أي ذن راح المفكرون الفرنسيون والأيطانيون يتحدثون عن ظاهرة الجماهير المجرمة أن هؤلاء كالمجرمون الجماعيون الذين يهددون أمن الدولة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم وكان الباحثون الإيطانيون هم أول من تحدث عن وجود ظاهرة الجماهير المجرمة وهكذا أصبحت الدراسة العلمية للجماهير تمر من خلال علم القانون الجرائمي وكان الإيطالي سيجهيل أول من بلور هذه النظرية وأول من خلع معنا ومعنا تقنيا وصلاحيا على المفهوم الجماهير المجرمة فهي تضم بحسب رأيه كل الحركات الاجتماعية والجماهير السياسية من الفوضويين للشراكيين كما وتضم بالطبع العمال وهم في حالة الإضراب عن العمل أو التجمعات الحاصلة في الشوارع عنوان لوبون يقترح خطأا جديدا لتفسير ظاهرة الجماهير تكمن أهمية لوبون في أنه رفض هذه الأجوبة ثلاث كلها واقترح خطا جديدا لتفسير ظاهرة الجماهير وللرد على هذا السؤال ما هو الجمهور؟ وكان جوابه يتلخص عموما على النحو التالي الميزة الأساسية للجمهور هي انسهار أفراده في روح واحدة وعاطفة مشتركة تقضي على التمايزات الشخصية وتخفض من مستوى الملكات العقلية وهو يشبه ذلك ويشبه بالمركب الكيميوي الناتج عن صعر عدة عناصر مختلفة فهي تدوب وتفقد خصائصها الأولى نتيجة التفاعل ومن أجل تركيب المركب الجديد وهذا التشبيه دليل على مدى علمية لوبون أو قل علمويته فقد كان غطسا في مناخ القرن التاسع عشر كما قلنا سابقا وهذا القرن الوضعي المؤمن إيمانا مطلقا بالعلم كان يخضع أو يخضع العلم الإنسانية للعلوم الدقيقة وهذا ما فعله أيضا دوركايم في ساحة علم من اجتماع مثلا ففي الجمهور يتبع كل شخص شبيهه المجاور له والحشد الكبير يجرف الفرض معه مثلما يجرف السيلة الحجارة المفردة التي تعترض طريقة وذلك أي أن تكون الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها عالية أم منخفضة وأي أن تكون ثقافة أمية أو عالمة جدا فهذا لا يغير في الحقيقة الأمر شيئا وينهض لبم بشدة ضد أرأي الباحثين الإيطاليين والفرنسيين من أمثال منافسه تارد والقائلين بأن الجماهير مجرمة بطبيعتها ويقول بأنها ليست مجرمة وليست فاضلة سلفا وإنما هي قد تكون مجرمة ومدمر أحيانا وقد تكون أحيانا أخرى كريمة وبطلة وتضحي بدون مصلحة وأحيانا تكون هذا وذاك في نفس الوقت وبالتالي فالفكرة الشائعة عن الجماهير بأنها فقط مدمرة وتحب السلب والنهب والشغب من أجل الشغب هي فكرة خاطئة عنوان الاكتشاف الثاني لغوستاب لوبون الجمهور والتنويم المغناطيسي اعتبر لوبون أن المتغيرات التي تطرع على الفرض المنخرط في الجمهور مشابهة تماما لتلك التي يتعرض لها الإنسان أثناء التنويم المغناطيسي وفي الواقع أن لوبون قد استعار هذا التشبيه من علم الطب والطب النفسي على وجه الخصوص وكان التنويم المغناطيسي قد دخل ساحة العلاج بكل قوة على يد الطبيب شاركووت وأخرون ومارس التنويم المغناطيسي أن ذلك سحرا كبيرا على النفوس وقد تعد نستطيع ولم نعود نستطيع نحن المعاصرين فهم مثل هذا التأثير الكبير بعد أن سقط في ساحة البلى والاستهلاك إنه يشبه السحر الذي مارسته الكهرباء أثناء اكتشافها للمرة الأولى يقول الباحث سيرج موسكوفيتش على السبب في ولادة علم النسف الجماهيري في فرنسا وليس في غيرها إذا كان علم نفسية الجماهير قد ولد في فرنسا وليس في إيطاليا وألمانيا فإن ذلك عيد إلى التقاطع الحاصل بين الثورات الشعبية ومدارس التنويم المغناطيسي ما بين انعكاسة ثورة كومونا باريس والنتائج الطبية للمشافي الفرنسية في نانس فقد كانت هذه الثورات تطرح مشكلة وكانت تلك المشافي تقترح لها حلا هكذا نجد أن لوبون كان يفكر بشكل علمي ويحاول أن ينقل إلى ساحة العلوم الإنسانية وسائل العلوم التجربية الدقيقة وعدواتها وهذا الافتتان بالعلوم الدقيقة كان الصفة المشتركة للمرحلة الوضعية بأسرها كما أسلفنا وكانت الثقة بالعلم ومقدرته على لا تحدها حدود ويمكن أن نراحل هذه التبعية على مدار كتاب لوبون ومن خلال الأمثلة التي ينربها فهو يقارن الإنسان بالحيوان من حيث الغريزة والقابلية للتحريد والعدوى مثلا فالإنسان معخوذ هنا كمادة للدراسة العلمية والمختبرية مثله في ذلك مثل أي كائن آخر وفي الختام يمكن تلخيص نظرية لوبون حول نفسية الجماهير بالاكتشافات التالية أولا الجماهير ضائرة الشماعية ثانيا علمية أو عملية التحريد هي التي تفسر انحلال الأفراد في الجمهور وذوابنهم فيه ثالثا القائد المحرك يمارس عملية تنويم مغناطيسي على الجماهير تماما كما يمارسه الطبيب على المريد ويترطب على هذه الاكتشافات الثلاث المبادئ العلمية التالية التالية أولا إن الجمهور النفسي يختلف عن التجمع العادي أو العفويل للبشر في ساحة عام مثلا أو على موقف باص فالجمهور النفسي يمتلك وحدة دهنية على عكس هذه التجمعات غير المقصودة ثانيا الفرض يتحرك بشكل واع ومقصود أما الجمهور في تحرك بشكل لاوع ذلك أن الوعي فرضي تحديدا أما اللاوعي فهو جماعي ثالثا الجماهير محافظة بطبيعة على الرغم من تظاهراتها الثورية فهي تعيد في نهاية المطاف ما كانت قلبته أو دمرته ذلك أن الماضي أقوى لديها من الحاضر بكثير تماما كأي شخص منوم مغناطيسيا رابعا إن الجماهير أيا تكون ثقافتها أو عقيدتها أو مكانتها الاجتماعية بحاجة لأن تخضع لقيادة محرك وهو لا يقنعها بالمحاججات العقلانية والمنطقية وإنما يفرد نفسه عليها بواسطة القوة كما أنه يجذبها ويصحرها بواسطة حيبته الشخصية تماما كما يفعل الطبيب الذي ينوم المريض مغناطيسيا خامسا إن الدعاية ذات أساس لاعقلاني يتمثل بالعقائد الإيمانية الجماعية ولها أداة للعمل تتمثل بالتحريد من قريب أو بعيد أي بالعدوى وبعظم أعمالنا ناتجة عن العقائد الإيمانية أما التفكير النقدي والنعدام المشاعر اللاهية فيشكلان عقبتين في وجه الإنخراط والممارسة ويمكن تجاوزهما عن طريق التحريد والدعاية ولهذا السبب ينبغي أن تستخدم الدعاية أو تستخدم الدعاية لغة الصور الموحية المجهزية أو لغة الشعارات البسيطة والقاطعة التي تفرض نفسها فردا دون مناقشة ونخلص من كل تحليلات لوبون إلى القول بأن هناك نمطين من الفكر فقط الأول يستخدم الفكرة المفهومية والثاني يستخدم الفكرة المجازية أو السورية والأول يعتمد على قوانين العقل والبرهان والمحاجة المنطقية وأما الثاني فيعتمد على قوانين الذاكرة والخيال والتحرين وأكبر خطأ يرتكبه القائد السياسي هو أن يحاول إقناع الجماهير بالوسائل العقلانية الموجهة إلى أذهان الأفراد المعدولين فالجماهير لا تقتنع إلا بالصور الإحاية والشعارات الحماسية والأوامر المفروضة من فوق فمثل لكي يهيج السياسي اليمني موريس باريس الشعب الفرنسي فإنه يدين البروزية السامية الكبرى أي اليهودية ضمنا لأنه يعرف أن في أعماق الشعب الفرنسي عاطفة عداء موروطة ضد اليهود وأما السياسي اليساري موريس توريز ذعم الحزب الشيعي سابقا فهو يدين في خطاباته حكم المائة عائلة المتحرفة ضد الشعب فسوان كانت هناك مائة عائلة تحكم فرنسا بالفعل أم لا فإن المسألة ليست هنا ولا تهم في الأمر شيئا المهم أن الشعب حساس لهذه اللغة ويتفهمها جيدا ويتور لذا سماعها مثل ما إنه حساس اللغة المضادة لليهود هذا لا يعني بالطبع أن لوبون يقتنع علينا طريقة للتلاعب بعقل الجماهير من أجل تذيلها وقيادتها كما نشاء ونشتحي فهذا مناقض لمقصده ولمعطياته والواقع أنه لا يمكن إقناء الجمهور بفكرة ما أو بعقيدة ما إذا لم نكن مقتنعين بها سلفا بل ومقتنعين بها حتى نرجة الحواس ولكنه يعتقد أنه لا يمكن التوجه إلى الجماهير بشكل مختلف فلا يمكن القيام بأمل فردي فهما من نوعيتين مختلفتين تماما ومن يفعل ذلك يكون جاهلا بقواني علم النفس وتكون معاملته مع الجماهير وكأنها ليست جماهيرا وهذا ما يؤدي إلى إحباط أهمتنا بدلا من تجييشها وقواني علم النفس هذه هي بالنسبة لغوستاف لوبون بنفس حتمية قواني علم الاقتصاد أو الفيزياء وإذا ما استوعبنا هذه القوانين عرفنا كيف نحكم الجماهير ونقود مخيلتها ويرى لوبون أنه على هذه المخيلة تم تأثير رجالات التاريخ الكبار وعن طريق هذا التأثير أنجزت الأديان الكبرى والأعمال التاريخية العظيمة كالمسيحية والبودية والإسلام وحركة الإصلاح الديني عند الأوتر ثم التورة الفرنسية لاحقا ولم يستطع أحد في العالم ولا في التاريخ أن يحكم ضد مخيلة الجماهير هذه بمن فيهم الطغاة الأكثر استبدادا فحتى هؤلاء كانوا حريصين على إطارة مخيلة الجماهير وإلهاب حماسها عن طريق خطبهم القوية وأسطورتهم الذاتية ومعاركهم الحامية نذكر من بينما على سبيل المثال الحصر نابليون أو ماوتسي طونغ أو غيرهما انتهى هاشم صالح باريس تسعين تسعماتين والف شهر تسعة يوم تلاتة عشر توطئة بقلم أوتو كليمبرغ لماذا نقدم طبع جديد لكتاب سيكولوجيا الجماهير أو علم نفسية الجماهير أليس صحيحا أن أفكار غوستاف لوبو قد أصبحت لاغية وأن علم النفس الذي كان يعتنقه مؤسس على نزعة التصوف العرقي والأنصري وأن النتائج التي توصل إليها متأثرة بالأحكام المسبقة وأن ملاحظاته وتحليلاته محصورة ببعض النوادر الصغيرة والأراءة الشخصية وهل ينبغي لهذا الكتاب أن يقرأ أو تعاذ قرعته من قبل جيل جديد من الباحثين للشماعيين أو للشماعيين النفسانيين الذين يحرصون على الموضوعية وعلى المقارنة العلمية لفهم سلوك الجماعات وطريقة تصرف الجماهير لا ريب في أن هناك انتقادات عديدة يمكن توجيهها لهذا الكتاب الصغير وربما كان أهمها يتعلق بطريقة توظيف لمفهوم الجنس أو العرق هذا المفهوم الذي يستخدمه مرات عديدة لكي يفسر سبب السلوك المتنوع لمختلف أنواع الجماهير فهو يتحدث مثلا عن المستودع الثابت والمهيمن للعرق بصفته العامل الذي ينبغي أن يحظى بالمرتبة الأولى من اهتمام الباحث وهل يعتقد بأن روح العرق أي عرق بشريكان تهيمن كليا على روح الجمهور كما أنه يعود باستمرار إلى مفهوم العرق الأساسي هذا وهو يعترف بدور لاوعي في حسم سلوك الجماهير ولكنه لا ينسى أن يربطه بالبنية العقلية لعرقنا وحتى عظمت الحضارات وانحطاطها مرتبطان بحسب رأيه بالمتغيرات الكائنة في الطبيعة أو في روح العرق الذي ننتمي إليه وليس ذلك عائدا إلى أنه يطابق بين العرق والتقافة والتراث وإنما لأنه يؤمن بوجود تراكمات موروطة وفيما يخص هذه النقطة قلهم علماء الاجتباع المعاصرون الذين يقبلونها وهناك عدة أشياء أخرى يمكننا أن نلوم عليها ونختلف معه هناك أشياء يمكننا أن نلومه عليها ونختلف معه فيها فهو من جهة يولد الانطباع بأن هناك تطابق بين الجمهور والأعمال المتطرفة التي تصحب الثورة أو ترافقها وهو من جهة أخرى يدمج في سيكولوجيا الجماهير مداولات هيئة المحلفين في محكمة الجنايات وكذلك أنواع السلوك التي تتميز بها المجالس البرلمانية ونحن نعلم أن سيكولوجيا واحدة لا تكفي إطلاقا لتفسير طبيعة هذه الفئة المختلفة جدا يضاف إلى ذلك أن معرفته بعلم الإناسة أي الإثنولوجيا تظل تبسيطية ومسطحة إلى حد ما فهو يتحدث عن شيوعية بداية لم يستطع أحد حتى الآن أن يبرهن على وجودها وهو يشبه سيكولوجيا الجماهير بسيكولوجيا الإنسان البداي كما أنه يقوم بتنبؤات تدعو للسخرية عندما يصرح مثلا بأن النقد المسرحي سوف يلغى خلال عشرين سنة لأن كل رأي شخصي سوف يصبح بدون قيمة وهو يعتبر أن التعصب والأهتسامح يشكلان الصفة الملازمة بشكل طبيعي لكل عاطفة دينية وأن تربيةنا الحالية تجند الكثير من الأتباع المتحمسين لأبشع أنواع الاشتراكية حقا إن الكتاب يحتوي على الكثير من الأراء التي ينبغي أن تخضع للمناقشة من جديد ولكن على الرغم من كل شيء فإن هذا الكتاب يستحق النشر ثانية وأنا أتذكر أننا أو أنني عندما قمت بدلاصات الجمعية الأولى عن علم النفس الاجتماعي فإن المشكلة الأساسية لهذا العلم كانت في نظر معظم الطلاب وحتى في نظر رجل الشارع هي كتاب سيكولوجيا الجماهير لقد أثار كتاب غوستاب لوبونغ هذا الكثير من المناقشات الكبرى والاعتراضات ولكنه حرض أيضا على ولادة عدد كبير من البحوث والكتب الجديدة كان علم سيكولوجيا الشكل قد عودنا على الاعتراف بأن الكل هو أكثر من العناصر التي تشكله وبالتالي فإن الجماعة والجمهور هو أكثر من كمية من الأفراد التي يقل عددها ويغثر إن دينامية أو ديناميكية الجماعات البشرية والتجارب التي أجريت على التحريض الاجتماعي لا تتفق مع الكثير من المراحضات التي أوردها غوستاب لومونغ دون برهان ولكن المشاكل المطروحة حاليا ليست مختلفة جدا عن تلك التي تحدث عنها لأول مرة وعلى الرغم من كل نواقسه فإنه قد مارس تأثيرا كبيرا على نشأة هذا العلم وتطوره لذا أقول في النهاية اقرأوا هذا الكتاب بروح نقدية ولكن اقرأوه أوتو كلينبرغ أستاذ مشارك في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة باريس وأستاذ شرف في جامعة كولومبيا تمهيد إن مجمل الخصائص المشتركة المفرودة من قبل الوسط المحيط والوراثة على كل أفراد شعب ما تشكل روح هذا الشعب وبما أن هذه الخصائص لا تأصل عائد إلى الأسلاف فإنها ثابتة جدا ولكن عندما يحدث أن يتجمر مؤقتا عدد كبير من الأفراد بتأثير من عوام العديدة فإن الملاحظة العينية تبين لنا بأنه تنضاف إلى خصائصهم والسلافية الموروثة مجموعة أخرى من الخصائص الجديدة مختلفة أحيانا إلى حد كبير عن خصائص العرق الذي ينتسبون إليه وتجمرهم يشكل روحا جماعية جبارة ولكن مؤقتا لقد لعبت الجماهير في التاريخ دائما دورا مهما ولكنها لم تلعب هذا الدور بنفس حجم الأهمية الذي تلعبه اليوم فالعمل اللاواعي للجماهير يمثل أحدى خصائص العصر الحاني بعد أن يحل محل الفعالية الواعي للأفراد المقدمة عصر الجماهير إن القنابات الكبرى التي تسبق عادة تبديل الحضارات تبدو للوهل الأولى وكأنها محسومة من قبل تحولات سياسية ضخمة نذكر من بينها الغزو الذي تتعرض له الشعوب أو قلب السلالات المالكة ولكن الدراسة المتفحصة عن كثب هذه الأحداث تكشف لنا غالبا أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه الأسباب الظاهرية هو التغير العميق الذي يصيب أفكار الشعوب والانقلابات التاريخية الحقيقية ليست هي تلك التي تدهشنا بضخامتها وعنفها ذلك أن المتغيرات الوحيدة المهمة أي تلك التي ينتج عنها تجدد الحضارات هي تلك التي تصيب الأراء العامة والتصورات والعقائد وأما الأحداث الضخمة المأثورة التي تتناقلها كتب التاريخ فهي ليست إلا الآثار المرئية للمتغيرات اللامرئية التي تصيب عواطف البشر وإذا كانت لا تظهر إلى الصدح إلا ناذرا فذلك لأن المخزون الوراتي لعواطف عرق بشري ما هو عنصره الأكثر تباتا إن الفترة الحالية تشكل إحدى اللحظات الحريجة التي نشهد فيها الفكر البشري وهو في طور التحول والتبدل هناك عاملان أساسيان يشكلان الأساس الجدري لهذا التحول هما أولا تدمير العقائد الدينية والسياسية والإجتماعية التي اشتقت منها كل عناصر الحضارتنا وأما الثاني فهو خلق الشروط الجديدة كليا بالنسبة للوجود والفكر وقد تولدت عن الاكتشافات الحديثة للعلوم والصناعة وبما أن الأفكار الماضي لا تزال رازحة وجبارة حتى الآن على الرغم من أنها قد زعزحت وزعزعت وبما أن الأفكار الجديدة المدعوة للحلول محلها لا تزال في طور التبلور فإن العصر الحديث يمثل فترة انتقالية وفوضوية وبما أن فترة كهذه هي بالضرورة مشوشة وفوضوية فإنه ليس من السهل أن نتنبأ اليوم بما سيتولد عنها مستقبلا فالسؤال المطروح على أية أفكار أساسية سوف تنضي المجتمعات المقبلة التي ستخلف مجتمعنا إننا لا نزال نجهل ذلك حتى الآن ولكننا نستطيع أن نتنبأ منذ الآن بأنه ينبغي علينا أن نحسب الحسام فيما يخص بنيتها وتنظيمها لقوة جديدة تمثل آخر سيادة تظهر في العصر الحديث إنها قوة الجماهير وجباروتها فعلى أنقاذ أفكار كثيرة كانت معتبرة صحيحة سابقا وميت اليوم وعلى أنقاذ تلك السلطات العديدة التي سحقتها ثورات نجد أن هذه القوة الجديدة هي وحدها التي نادت وترسخت ويبدو أنها سوف تمتص كل الأخريات تقريبا وقريبا وفي الوقت الذي راحت فيه عقائدنا القديمة تترنح وتتهاوى وفي الوقت الذي أخذت فيه الأعمدة القديمة للمجتمعات تتساقط الواحد بعد الآخر فإننا نجد أن نضال الجماهير هو القوة الوحيدة التي لا يستطيع أن يهددها أي شيء وهي القوة الوحيدة التي تتزايد هيبتها وجاذبيتها باستمرار إن العصر الذي ندخل فيه الآن هو بالفعل عصر الجماهير ومنذ قرن فقط كانت السياسة التقليدية للدول والمنافسات الجارية بين الحكام هي التي تشكل العوام الأساسية لتحريك الأحداث ولم يكن لرأي الجماهير في الغالب الأعم أي قيبة وأما اليوم فنلاحظ أن التقاليد السياسية والتوجهات الفرضية للملوك والحكام والمنافسات الكائنة بينهم لا تؤثر على مسار الأحداث إلا قليلا وقد أصبح صوت الجماهير راجحا وغانبا فهو الذي يملي على الملوك تصرفاتهم ولم تعود مقادير الأمم تحصن في مجالس الحكام وإنما في روح الجماهير إن دخول الطبقات الشعبية في الحياة السياسية وتحولها التدريجي إلى طبقات قايدة يمثل أحد الخصائص العكتر بروزا لعصرنا عصر التحول وهذا الحدث الجديد لم يكن في الواقع متأثرا بحق التصويق العام الذي بقي ضعيفا فترة طويلة والذي كان ذا توجه سهل جدا في البداية وإنما لاحظنا أن ولادة قوة الجماهير قد نشأت أولا عن طريق نشر بعض الأفكار التي زرعت في النفوس بشكل بطيء ثم بواسطة التجميع المتدرج للأفراد من خلال الروابط والجمعيات وقد أدى هذا التجمع إلى تجسيد بعض المفاهيم التي كانت قد بقيت نظرية حتى ذلك الوقت وقد أتاح هذا التجمع للجماهير أن تبرور الأفكار التي إن لم تكن عادلة جدا فعلى الأقل كانت واعية جدا بمصالحها وقوتها ورحت الجماهير تشكل النقابات التي تنحني أمامها كل السلطات وتستسلم كما وشكلت برصات العمل تحاول على الرغم من القوانين الاقتصادية السائدة أن تتحكم بشروط العمل والأجور أو الرواتم كما ورحت ترسل بندوبين عنها إلى المجالس الحكومية التي تتخذ القرار وهؤلاء المماثلون مجردون من روح المبادرة والاستقلالية الشخصية وهم في الغالب الأعم ليسوا إلا ناطقين باسم اللجان التي اختارتهم واليوم نلاحظ أن مطالب الجماهير قد أصبحت واضحة أكثر فأكثر وتميل إلى تدمير المجتمع الحالي وقلبه عالية سعفلة لكي تعود به إلى تلك الشيوعية البداية التي كانت تمثل الحالة الطبيعية لكل الجماعات البشرية قبل فجر الحضارة وتتمثل هذه المطالب بالأشياء التالية تحديد ساعة العمل تأميم المناجم وسكك الحديد والمعامل والأرض ثم التوزيع المتساوي للسلع والمنتوجات ثم تصفية الطبقات العليا لمصلحة الطبقات الشعبية وغيرها إن الجماهير غير ميالة كثيرا للتأمل وغير مؤهلة للمحاكمة العقلية ولكنها مؤهلة جدا للانخراط في الممارسة والعمل والتنظيم الحالي يجعل قوتها ضخمة جدا والعقائد الجديدة التي تشهد ولادتها أمام أعيننا اليوم سوف تكتسب قريبا نفس قوة العقائد القديمة أي القوة الضويانية والمتسلطة التي لا تقبل أي مناقشة أو اعتران وهكذا نجد أن الحقوق الإلهية للجماهير قد أخذت تحل محل القانون الإلهي للملوك إن الكتاب المقربين من برجوازيتنا الحاكمة والذين يعتبرون ويعتبرون أفضل ممثلين لأفكارنا الضيقة ووجهات نظرها المحدودة وشكوكيتها المختزلة وأنانيتها المفرطة أحيانا قد أخذوا يشعرون بالهلع والخوف أمام هذه السلطة الجديدة التي يرونها تبزغ وتكبر أمام عينهم وهم لكي يحارب هذه الاضطرابات التي يصيب النفوس راحوا يوجهون النداءات اليائسة للقوى الأخلاقية للكنيسة هذه الكنيسة التي طالما احتقروها في الماضي وقد أخذوا يتحدثون عن إفلاس العلم ويذكروننا بتعليم الوحي وحقائق ولكن هؤلاء المعتنقين الجدد الإيمان ينسون أنه إذا كانت العناية الإلهية قد مستهم أخيرا فإنها لا تمانس ولا تمانس نفس التأثير على الآخرين غير المكترثين بمشاكل الضار الآخرة والجماهير لم تعود تريد اليوم آلهة كان أسيادها السابقون قد تنكروا لها بالأمس وحطموها فالأنهار لا تعود أبدا إلى منابعها يضاف ذلك إلى أن العلم لم يفلس أبدا وليس مسؤولا عن الفوضى الحالية التي تصيب النفوس ولا عن القوة الجديدة التي تنمو وتكبر وسط هذه الفوضى فهو قد وعدنا باكتشاف الحقيقة أو على الأقل معرفة العلاقات التي هي في متناول قدراتنا الأقلية ولكنه لم يعيدنا أبدا بتحقيق السلام ولا السعادة فهو لا يبالي إطلاقا بعواطفنا ولا يسمح نواحنا ولا يسمع نواحنا وتأوهاتنا ولا شيء قادر على إعادة الأوهام التي أزالها وطردها وهناك عراض كونية عديدة موجودة لدى مختلف الأمم وتشهد على النمو السريع لقوة الجماهير ومعما حملنا ذلك من أشياء جيدة أو سيئة فإننا مضطرون لآن نشهد الضائرة ونتعرض لها ولن تعد الشتائم والاتهامات إلى أي نتيجة وربما كان مجيء حصر الجماهير يمثل إحدى آخر مراحل حضارة الغرم ربما كان يمثل العودة إلى فترات الفوضى المضطربة التي تسبق عادة ولدة المجتمعات الجديدة ولكن كيف نمنع ونمنع مجيء ذلك العصر كان تدمير الحضارات العتيقة قد متل حتى هذه اللحظة الدور الأكبر الذي تلعبه الجماهير والتاريخ يعلمون أنه عندما تفقد القوى الأخلاقية التي تشكل هيئة لك هيكل المجتمع زماما المبادرة من يدها فإن الانحلال النهائي يتم عادة على يد هذه الكثرة اللاوعية والعليفة التي تدعى عن حاق بالبرابرة التي تدعى عن حاق بالبرابرة وقد كانت الحضارات قد بنيت ووجهت حتى الآن من قبل أريستقراضية متقفة قليلة العدن ولم تبنى أبدا من قبل الجماهير فهذه الأخيرة لا تستخدم قوتها إلا في الهدم والتدمير كما أن هيمنتها تمثل دائما مرحلة من مراحل الفوضى فالحضارة أية حضارة تتطلب قواعي ثابتة ونظاما محددا والمرور من مرحلة الفطرة إلى مرحلة العقل والقدرة على استشراف المستقبل ومستوى عال من الثقافة وكل هذه العوامل غير متوافرة لدى الجماهير المتروك لذاتها فالجماهير بواسطة قوتها التدميرية فقد تمارس فعلها كالجراثيم التي تساعد على انحلال الأجسام الضعيفة أو الجثث وعندما تتخر أسس الحضارة وعندما تنخر أسس الحضارة فإن الجماهير تجيء لكي تقوضها وفي تلك اللحظة بالذات يتجلى دورها وعند عد تصبح القوى العمياء للكثرة هي الفلسفة الوحيدة للتاريخ فهل سيحصل ذلك لحضارتنا إننا نجهل النتيجة حتى الآن ولكننا نخشاها لنستسلم إذن لحكم الجماهير ذلك أن الأيدي الجاهلة قد حطمت كل الحواجز التي كان بإمكانها أن توقفها عند حدها وهذه الجماهير التي ابتدأ الناس يتحدثون عنها بكثرة لا تزال معرفتنا بها ضعيفة جدا فبما أن علماء النفس المحترفين قد عاشوا بعيدا عنها فإنهم تجاهلوها بالسمرار ولم يهتموا بها إلا من خلال الجرائم التي قد ترتكبها وهناك جماهير مجرمة بدون شك ولكن هناك أيضا جماهير فاضلة وجماهير بطلة وجماهير أخرى عديدة أيضا وجرائم الجماهير لا تشكل إلا حالة خاصة من نفسيتها ولا يمكننا التعرف عليها فقط من خلالها إلا إذا كان بإمكاننا معرفة الفرد من خلال عيوبه وحدها في الواقع إن أسياد العالم ومؤسسية لديانا والإمبراطوريات ورسل كل العقائد ورجلات الدول العظام وعلى مستوى أقل زعماء الفئات البشرية الصغيرة كلهم كانوا علماء نفسها على غير وعي منهم وكانوا يعرفون روح الجماهير بشكل فطري وفي الغالب بشكل دقيق وماثوق جدا وبما أنهم يعرفونها جيدا ويعرفون كيف يتعاملون معها فإنهم قد أصبحوا أسيادها فنابليون بونابارت مثلا قد ينافد بشكل رائع وينفذ إلى أعماق نفسية الجماهير الفرنسية ولكنه كان يجهل بشكل كلي أحيانا نفسية الجماهير التي تنتمي إلى أجناس أو أعراق مختلفة وهذا الجهل قاده إلى خوض الحروب في إسبانيا وروسيا خصوصا هذه الحروب التي أدت فيما بعد إلى سقوطها إن معرفة نفسية الجماهير تشكل المصدر الأساسي لرجل الدولة الذي يريد أن يحكم كليا من قبلها إن معرفة نفسية الجماهير تشكل المصدر الأساسي لرجل الدولة الذي يريد أن لا يحكم كليا من قبلها ولا أقول يحكمها لأن ذلك قد أصبح اليوم صعبا جدا إن نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى يكون تأثير الغوانين والمعسسات ضعيفا على طبيعتها الغرائزية العنيفة كما وتبين لنا إلى أي مدى تبدو عاجزة عن تشكيل وتشكل أي رأي شخصي ماعد الأراء التي لقنت لها أو أوحيت إليها من قبل الآخرين ولا يمكن للقواعد المشتقة من العدانة النظرية الصرفة أن تقودها وحدها الانطباعات التي يمكن توليدها في روحها يمكنها أن تجذبها لا يمكن للقواعد المشتقة من العدانة النظرية الصرفة أن تقودها وحدها الانطباعات التي يمكن توليدها في روحها يمكنها أن تجذبها نضرب على ذلك المثال ثاني إذا ما أراد مشرعما أن يفرض ضريبة جديدة فهل ينبغي علي أن يختار الضريبة الأكثر عدالة نظريا؟ بالتأكيد لا فالضريبة الأكثر ظلما يمكنها أن تكون الأفضل عمليا بالنسبة للجماهير إذا كانت الأقل مرئية والأقل ثقلا من حيث المظهر وهكذا يمكن للضريبة غير المباشرة أن تصبح دائما مقبولة من قبل الجماهير حتى ولو كانت باهضة فبما أنها موزعة يوميا على مواد الاستهلاك بمبالغ زهيدة جدا فإنها لا تزعج عادات الجماهير ولا تخيفها ولكن إذا ما بدناها بضريبة تتناسب طردا مع الرواتب أو الموالد الأخرى وطلب من الجماهير أن تؤديها وطلب من الجماهير أن تؤديها تفعى واحدة فإنها ستؤثير لاحتجاجات الهائجة حتى ولو كانت أقل من السابقة بعشر مرات ذلك أن محل القروش الأمرئية التي ندفع كل يوم قد حل مبلغ كلي مرتفع نسبيا وبالتعليف يثير الانتباه والاعتراض وهو لا يمر بسهولة إلا إذا دفع يوميا شيئا فشيئا وهذه الحيلة الاقتصادية تحتاج من أجل اكتشافها إلى قدر من الذكاء والفطنة وهذا ما تعجز عنه الجماهير إن هذا المثل يضيء لنا عقلية الجماهير بأوضح ما تكون وهذا ما لم يخفى أو يخفى على خبير النفساني يوذا نابليون ولكن المشرعين الذين يجهلون روح الجماهير لا يمكنهم أن يفهموها فالتجربة لم تعلموا بشكل الكافي حتى الآن أن المشر لا يتصرفون أبدا انطلاقا من مبادئ العقل النظري المحض وهناك تطبيقات أخرى عديدة يمكنها ويمكننا أن نجربها على نفسية الجماهير ومعرفة هذه النفسية تلقي أضواء ماهر على العديد من الظواهر التاريخية والاقتصادية التي تبدو غير مفهومة إطلاقا بدونها إن نفسية الجماهير تستحق الدراسة إذن حتى ولو لم يكن ذلك إلا بغرض الفضول المعهض ذلك أنه من الممتع أن نحلل الدوافع التي تحرك البشر من أجل الانخراط والممارسة مثل ما هو ممتع أن نحلل معدنا ما أو نبتما ودراستنا لروح الجماهير لا يمكنها أن تكون إلا توليفة مختصرة أو مجرد تلخيص لأبحاثنا وبالتالي فلا ينبغي أن يطلب أو يطبع منها القارئ أكثر من بعض الأراء ووجهات النظر الموحية ذلك أنه سيأتي باحثون آخرون ويعمقون الخط أكثر فنحن لا نفعل اليوم إلا مجرد رسم على أرضية لا تزال مجهولة جدا حتى الآن